في سورة آل عمران عن البيت الحرام ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه الآية الكريمة أو هذه الجملة الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هي الدليل القرآني على أن الحج فريضة على المستطيع المستطيع يعني على من يستطيع يمول رهلته ويدفع وسائل الانتقال ويكفل لأسرته والمسؤولين منه هنا في بلده الحياة الكريمة أجملهم العلماء وقالوا إيه السبيل؟ قالوا الزاد والراحلة كانوا زمان بياخدوا معاهم مخل يحطوا فيها عيش ويحطوا فيها سمن ويحطوا فيها جبن ويحطوا فيها ملح حاجات يكلوها وهم ماشيين حول الله وطوله وقدرته وتطورت بقى الأمور يعمللهم أطعم مخبوزات بالزبن بالسمن واللبن والتمر وهكذا يعني إلى أن تطورت الحياة أعظم تطور وبقى الواحد يروح من هنا إلى هناك في ساعتين أو ثلاثة بالكتير أما ينزل المطار بتاع جدة وياخد من جدة إلى الكعبة مشوار يتوكع الله فيه يوصل من باب المطار من قيام الطائرة إلى دخول البيت الحرام ثلاث ساعات ثلاث ساعات إلا بفضل الله تباركه ولسه بقى اللي جاي أحسن الله يعلم البشرية هتقدم شكلها إيه بعد كده مكرة ممكن نوصل ممكن في عشر دقايق ولا حاجة ممكن جدا الأمل في الله كبير وما دامت قافلة العلم تتقدم فانتظر المزيد والمزيد المهم يبقى الزاد والراحلة الراحلة اللي هي إيه وسيلة مواصلات الزاد اللي هو إيه مقومات الحياة من طعام وشرب دلوقتي كل حاجة هناك تمام التمام الواحد يطلع كده بالشنطة اللي فيها الاسبور والتذكرة والإرشين بتوقع ويتوكر على الله حدي جدا اللي مش قادر السنة بقى قالت السنة السنة هو في القرآن إن الواحد يحج عن اللي مش قادر لا طب في القرآن إن أنا لو أبويا مات أو جندي مات أو ستي ماتت أو مراتي ماتت أحج عنها لا وما قال الكلام دا فيه في السنة يبقى ليس هناك مكان لأن يقال يكفينا القرآن إنما مع القرآن ما صح من السنة أولا مع القرآن قراءاته الموثوقة المعتمدة ومع القرآن بقراءاته السنة الصحيحة الموثوقة ومع القرآن والسنة الصحيحة الموثوقة السيرة الصحيحة الموثوقة قرآن